وإلى الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وقداس عيد القيامة المجيد حيث يتبع الاحتفالات هناك مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس بقلوب ممتلئة بالحب والفرح احتفل الأقباط بعيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وبعد صلاة يوم الجمعة العظيم يأتي الأقباط مستحبين أطفالهم وأهليهم معهم للاحتفال بالعيد وبسبت النور وأحد القيامة هو مظهر الاحتفال بالنسبة لي بتبقى في سابط النور هنا في الكنيسة وبعد كده بنروح البيت مع العيلة وبنفطر كلنا وبعدين نقوم الصباح نكمل الاحتفال مع بعض وفيه اتصالات طبعا بعدها بروح بعد الأداس وفيه اتصالات مع الأهل والأصدقاء والأحباب كلهم ونعيد عن ناس كلها والناس كلها بتعيد علينا كلها أجواء محبة يعني أرجاء الكنيسة امتلأت بالترانيم والصلوات واستطرديد من الحاضريين من رجال وسيدات وكبار وصغار بفرحة وبسمة ارتسمت على وجوههم بعودتهم للصلاة وللعيد لأول مرة منذ سنتين أكيد طبعا مبسوطة جدا وفرحونا بالعيد عيد الكيامة المجيد بعد سنتين احنا مكناش قادرين نحضروا دلوقتي الحمد ولا قادرين نحضروا انتواجد في الكنيسة كالعادة الشعب المصري كله ويعتبر عيد القيامة المجيد فرحة ما بعد الصيام وأسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين وأحد السعف وهو ذكرى دخول السيد المسيح للقدس ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور ويسمى عيد القيامة أيضا بعيد الفصح أو عيد القيامة القبطي كريم بيبرس التلفزيون المصري